كشف محافظ البنك المركزي محمد زمام أن بريطانيا منعت البنك المركزية من استخدام أمواله الموجودة في بنك إنجلترا رغم أن هذه الأموال هي ملك اليمن وأن بريطانيا قدمت مجموعة اشتراطات سياسية لفك الحظر الأمر الذي استنكره المحافظ المحافظ أضاف أن مكتب المبعوثي الأممي مارتيني غريفث قدم ورقة مقترحة للبنك خرجت على كل ترتيبات المتخذة وطرحت نقاطا تتنافى مع قانون البنك المركزي واستقلالية يبرز الملف الاقتصادي للواجهة كأولوية عاجزت الحكومة خلال السنوات الماضية في المحافظة على الحد لدنى من استقراره انهيار الريال وصل إلى حد ثمانمائة ريال خلال الأسابيع الماضية قبل أن يتعافى قليلا إبان وصول معين عبد الملك إلى رئاسة الوزارة وإلائه الملف الاقتصادي أول أولوياته على طاولة الحكومة موارد الدولة هي الحلقة المفقودة في الدائلة الاقتصادية للبلد فكيف يمكن أن تقوم الحكومة بمهامها المالية؟ وهي لا تمتلك السيادة على الموارد الرئيسية للدولة كالنفط والغاز وموارد الموانئ والمنافذ البرية إذ تسيطر على هذه الموارد دولة السعودية والإمارات وتمنعان الحكومة من تحصيل وإدارة مواردها الاستراتيجية اللجنة الاقتصادية التي شكلها رئيس الجمهورية قبل أشهر لم تحقق أي نجاحات تساهم في خلق تحسن في الوضع الاقتصادي بل على العكس استمرت دهور الاقتصاد واستمرت الأياد المستفيدة في العبث بمصالح الناس لصالح مستفيدين في الشرعية والانقلاب كما كشف تقرير مركز صنعاء الأخير العاصمة عدن التي يفترض أنها مقر المركز المالي للشرعية لم يرد لها أن تكون كذلك وذهب حكامها لنشر الفوضى الأمنية فيها وتمكين الميليشيات على حساب الدولة عدن العاصمة تعيش اليوم وضعا أمنيا لا يحسد عليه وهي الواقعة بين قوتين تتصارعان على فرض النفوذ تتسع عدن للبلاطجة والميليشيات وتضيق برجال الدولة وقيادة الشرعية وهو وضع مختل من إخراج وتنفيذ الرياب وأبو ظبي أصحاب الكلمة العليا والوحيدة في عدن وكل البلاد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر